أريد رأيي مصر مصر حاليا كيف تتعامل مع هذه الموضلة أعتقد أنا لا أدري بصراحة لا أستطيع أن أعبر عن موقف مصر لكن أحاول أوصف لك مصر تريد استقرار في السودان مصر أعتقد أنها ستخطئ بدعم البشير أنا أقوله لك من دلوقتي لأنه اللي حصل في مصر لكن أنا ألن نطرح نفس السؤال بالقول سنخطئ في دعم البشير لكن من البديل وهذا الكلام يقال تماما في سوريا سنخطئ في دعم بشير الأسد لكن أين البديل لا هم يعني هم بقولشاش سنخطئ ولما بيعملهاش لكن هو يعني الرؤية السائدة الآن هي أن البلاد عرضة للتفكك إلا إذا كانت هناك مؤسسة تستطيع أن تجمعها وتضبطها وهي المؤسسة العسكرية كما حدث في مصر مصر ليست السودان السودان فيه قوة سياسية قديمة 26 حزب أو أكثر وتنظيمات ونقابات وغيرها للأسف الشديد جيل منها يعني حرمة من التدرب في السياسة وتعرضت خلال الفترة الأخيرة لانشقاقات يعني متعددة وأصبحت أكثر ضعفا وليست لديها خبرة يعني هذه القوة السياسية يعني عندما تخرج وتطالب بكل ما تطالب به يعني بيحصل عليها نوع من الجمعة للقوة مع بعضها ويبقى فيه نوع من الوحدة عندما تنتصر هذه الحركة حتبدأ عملية انشقاقات أخرى عند الصراع على السلطة ومن يتولى ماذا يعني هذا مشكلة مركبة يجب حكام العرب عندما يساعدون يعني السودان يجب أن تكون المساعدة موجهة للسودان وليست للحكم ويبصر الحكم بما هو في مصاحة السودان لكن المشكلة أن كل حاكم يفكر ببقاءه في السلطة ويرى بقاء البشير في السلطة جزء من بقاءه هو في السلطة تماما